حدثنا وكيع حدثنا سوادة ابن ابي الاسود عن ابيه عن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مراع استرعي رعية فغشها فهو في النار حدثنا وكيع عن اسماعيل ابن ابي خالد قال سمعت اسماعيل البصري يحدث عن ابنتي معقل ابن يسار عن ابيها معقل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من والي امة قلت او كثرت لا يعديل فيها الا كبه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار حدثنا اسماعيل عن يونس عن الحسن ان معقل ابن يسار اشتكى فدخل عليه عبد الله بن زياد يعني يعوده فقال اما اني ساحدثك حديثا لم اكن حدثتك به اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا راعية فيموت يوم يموت وهو لها غاشه الا حرم الله عليه الجنة حثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة وحجاج اخبرنا شعبة قال سمعت عياضا ابا خالد قال رأيت رجلين يختصماني عندما عقلي ابن يسار فقال معقل ابن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف علي ميء ليقططيع بها ما لا رجل لقيا لها وهو عليه غضبانه حثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقافي ابو محمد حدثنا خالد عن الحكم ابن عبد الله الاعرجي عن معقل ابن يسار انه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وهو رافع غصنا من اغصان الشجرة بيده عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يبايع الناس فبايعوه على ان لا يفروا وهم يومئذ الف واربعمائة حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن يماء عن سوفيانا عن خالد عن الحكم ابن الاعرج يد الله فوق ايديهم قالا ان لا يفروا تحدثنا يحيى بن سعيد عن شعب تحدثني عياض ابو خالد قال كان بين جرين المعقل ابن يسار كلام فصارت اليمين على احدهما فسمعت معقل ابن يسار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف علي ميء يقططيع بها مال اخيه لقيا لها وهو عليه غضبان حدثنا حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا اسماعيل يعني ابن ابي خالد عن اسماعيل الاودي عن ابنة معقل المزني قالت لما ثقل ابي اتاه ابن زياد وساقه يعني وساق الحديث حدثنا وكيع حدثنا الفضل ابن دالهمين عن ابن سيرين عن معقل ابن يسار ان رجلا من الانصار تزوج امرأة فسقط شعرها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فلا عن الواصلة والموصولة حدثنا ابو كامل حدثنا حماد بن زيد حدثنا المعلى بن زياد القردوسي عن معاوية ابن قرة عن معقل ابن يسار المزني قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل في الهرج كهجرة الي حثنا عبد الصمدي وعفان قال حدثنا المثنى بن عوف حدثنا ابو عبد الله الجسري قال سألت معقل ابن يسار عن الشناب فقال كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضيخ واتاه رجل فسأله عن ام له عجوز كبيرة انسقيها النبي ذا فانها لا تأكل الطعام فناهاه معقل حدثنا عارم حدثنا معتمل عن ابيه عن رجل عن ابيه عن معقل ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل معا كل اية منها ثمانون ملكا واستخرجت لا اله الا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها او فوصلت بسورة البقرة ويسقلب القرآن لا يقرأها رجل يريد لها تبارك وتعالى والدار الاخرة الا غفر له وقرأوها على موتاكم حدثنا عارم حدثنا عبد الله ابن المبارك حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان وليس بالنهدي عن ابيه عن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوها على موتاكم يعني حدثنا محمد بن عبد الله ابن الزبير حدثنا الحكم بن عطية عن ابي الرباب قال سمعت معقل ابن يسار يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فنزلنا في مكاء كثير الثوم وان اناسا من المسلمين اصابوا منه ثم جاءوا الى المصلى يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عنها ثم جاءوا بعد ذلك الى المصلى فنهاهم عنها ثم جاءوا بعد ذلك الى المصلى فوجد ريحها منهم فقال من اكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا حدثنا يونس بن محمد حدثنا الحكم بن ابي القاسم الحنفي ابو عزة دباغ عن ابي الرباب عن معقل ابن يسار قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في مسير له فذكر معناه حدثنا ابو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا ابو يعقوب يعني اسحاق بن عثمان حدثني حمران او حمدان مولى معقل ابن يسار عن معقل ابن يسار قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا حسن الحكم بن نافع عن ابو اليمان حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابي شيبة يحيى بن يزيد عن زيدي بن ابي انيسة عن نفيعي بن الحارث عن معقل المزني قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقضي بين قومين فقلت ما احسن ان اقضي يا رسول الله قال الله مع القاضي ما لم يحف عمدا حثنا ابو احمد الزبيري حدثنا خالد يعني ابن طهمان ابو العلاء الخفاف حدثني نافع بن ابي نافع عن معقل ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ الثلاث ايات من اخر سورة الحشر وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه حتى يمسي ان مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة حتى ابو احمد حدثنا خالد يعني ابن طهمان عن نافع ابن ابي نافع عن معقل ابن يسار قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يومين فقال هلاك في فاطمة رضي الله عنها تعودها فقلت نعم فقام متوكيا علي فقال اما انه سيحمل ثقلها غيرك ويكون اجرها لك قال فكأنه لم يكن علي شيء حتى دخلنا على فاطمة عليها السلام فقال لها كيف تجيدينك قالت والله لقد اشتد حزني واشتدت فقط وطال سقمي قال ابو عبد الرحمن وجدت في كتاب ابي بخط يده في هذا الحديث قال او ما ترضينا اني زوجتك اقدم امتي سلما واكثرهم علما واعظمهم حلما حسنا ابو احمد حدثنا خالد عن نافع عن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبث الجور بعدي الا قليلا حتى يطلع فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره حسنا عمرو ابن الهيثم ابو قط انحدثنا يونس يعني ابن ابي اسحاق عن ابيه عن عمرو ابن ميمو ان شهد عمر رضي الله عنه قال وقد كان جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وصحته فناشدهم الهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرى في الجد شيئا فقام معقل ابن يسار رضي الله عنه فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بفريضة فيها جد فاعطاه ثلثا او سدوسا قال وما الفريضة قال لا ادري قال ما منعك ان تدري حسنا عبدالاعلى عن يونس عن الحسني ان عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقام معقل ابن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال ماذا قال السدوسا قال مع من قال لا ادري قال لا دريت فما تغني اذا حدثنا يزيد حدثنا مستلم بن سعيد الثقافي عن منصور ابن زذان عن معاوية ابن قرة عن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة كالهجرة الي حسنا عبدالصمد وحسن قال حدثنا ابو هلال حدثنا قتادة عن رجل هو الحسن ان شاء الله عن معقل ابن يسار قال لم يكن شيء احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل ثم قال اللهم غفرا لا بل النساء حسنا عبدالصمد حدثنا يزيد يعني ابن مرة ابو المعلى عن الحسن قال ثقل معقل ابن يسار فدخل اليه عبيد الله ابن زياد يعوده فقال هل تعلم يا معقل اني سفكت دما قال ما علمت قال هل تعلم اني دخلت في شيء من اسعار المسلمين قال ما علمت قال اجلسني ثم قال اسمع يا عبيد الله حتى احدثك شيء لم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم فان حقا على الله تبارك وتعالى ان يقعده بعظمين من النار يوم القيامة قال انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين حثنا علي بن اسحاق حدثنا عبد الله وعتاب حدثنا عبد الله ابن المبارك اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان وليس بالنهدي عن ابيه عن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوها على موتاكم قال علي بن اسحاق في حديثه يعني يس حثنا هوذة بن خليفة تحدثنا عوف عن الحسن قال مرض معقل ابن يسار مرضا ثقل فيه فاتاه ابن زياد يعوده فقالا اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استرعي رعية فلم يحطهم بنصيحة لم يجد ريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة مئة قال ابن زياد ألا كنت حدثتني بهذا قبل الآن قال والآن لولا الذي أنت عليه لم أحدثك به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر